وطالبات السنوال العامة الشعب الأدبية لقاء جديد ومدرسة على الهواء والجورافية السياسية ودائما معنا بإذن الله الجورافية السياسية سهلة سعدنا أن يصحبنا في هذه الحلقة دكتور أشرف عبد المنئم خبير المناهج بوظهر بتربية التعليم أهلا وسلام أهلا بي حضرتك أبناء العزاء قد ندريس الوحدة الثانية من الجورافية السياسية واتكلمنا عن حدود السياسية وموضاعات كانت جميلة جدا وانتهينا ندرسة المشكلات في آخر الوحدة وعملنا مراجعة في الحلقة الماضية على الوحدة التانية والنهاردة بنواصل معكم المنهج بنخش في الوحدة التالتة والوحدة التالتة النهاردة بتتكلم على التكتلات بأنواعها سواء تكتلات اقتصادية أو تجمعات حربية عسكرية عن طريق أحلاف عسكرية تلك التجمعات التي تضم أكثر من دولة وتتجمع فيها الدواء على أهداف معينة النهاردة إن شاء الله هنبدأ بالتكتلات الاقتصادية وبنحب برضو نقول لكم أن التكتلات الاقتصادية أو التجمعات الاقتصادية هذه هي ظاهرة محببة بين دول العالم حاليا حيث أن التكتل أو الدولة التي تدخل في تكتل تحصل على العديد من المزايا ويكون تنمية أسرع في تلك الدول فنهاردة نتكلم على التكتلات الاقتصادية وأول سؤال بنوجهه لدكتور أشرف التكتلات الاقتصادية ظاهرة حديثة النشأة أم قديمة النشأة ومتى ظهرت التكتلات الاقتصادية في العالم التكتلات الاقتصادية كان لها ظروف معينة السيد أحمد قبل ظهورها كده كان تعرف أن الحرب العالمية الثانية عندما انتهت يمكن كان معظم قرة أوروبا مدمر لأن كانت هي مسرح للعمليات العسكرية مسرح رئيسي للعمليات العسكرية بدأت الدول الاقتصاد كان منهار بسبب الدخول في الحرب والحرب استمرت لعدة سنوات فكانت النتيجة أن التكتلات دي ظهرت بعض الحرب العالمية الثانية نستاذن سيادتك في الخروج في فصل قصير ونواصل معك حلقة الجغرافيا في مدرسة على الهواء نواصل أبنائنا العزاء برؤية الجغرافيا السياسية في مدرسة على الهواء وبنتكلم على التكتلات الاقتصادية الفصل الثالث والوحدة الثالثة والتكتلات الاقتصادية كان لها ظروف شرحها دكتور أشرف وبنقوله كده يبقى التكتلات ليست ظاهرة قديمة ولكنها ظاهرة حديثة نعم تمام يبقى متى ظهرت التكتلات ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية وهي ظاهرة حديثة نعم طيب عايزين أعرف التكتل ونجاوب على سؤال لماذا يشغل التكتل حيز مكاني على خريطة العالم ده أحد الأسئلة التي توجهنا في هذا السياق تمام خليها نعرف يعني ايه كلمة التكتل كده ابننا الطلاب يفهموها يعني ايه تكتل مثلا مجموعة دول بتتفق مع بعض ان هي تعمل وحدة اقتصادية او تكامل اقتصادي فالتكتل الاقتصادي ده هو عبارة عن درجة من درجات التكامل تعني نكتبه كده المقصود بالتكتلات الاقتصادية درجة من درجات التكامل الاقتصادي ينفع يتم بين دول مختلفة او سوز احمد يعني يعني مختلفة سياسيا اه اقتصاديا اه ثقافيا صعب التطاق صعب يعني هتلاقي كده اه عدم التجانس ده يخلي التكتل لا يستمر طويل يبقى فيه تنافر اه يبقى هنا درجة من درجات التكامل يتم بين مجموعة من الدول متجنسة متجنسة هنا اقتصاديا سياسيا ثقافيا اجتماعيا الى اخره هدفهم كلهم تحقيق مصالح مشتركة وهنا ارجع لنقطة مهمة جدا التعريف ده كده مش هو ده اتحاد دولتين او اكتر في شكل معاهدة بهدف تحقيق مصالح مشتركة تمام قريب كده من قريب يبقى التكاتلات الاقتصادية ممكن يدخل ضمن اي نوع من الدول المركبة يدخل ضمن الدول اللي هي الايه الكمفدرالية تمام او الاتحاد الكمفدرالية تمام السؤال الاول بيقول لي وضح مظاهر قوة الدولة وضح مظاهر قوة الدولة التي تمتلكها مصر التي تمتلكها مصر سؤال جميل طيب السؤال التاني بما تفسر تمام ظهور مشكلات سياسية ظهور مشكلات سياسية بين دول اقليم السفنة الافريقية ظهور مشكلات سياسية بين دول اقليم السفنة الافريقية طبعا سؤال جميل جدا سؤال الاولاني عن مظاهر قوة الدولة التي تمتلكها مصر ده السؤال ده كنا جاوبنا عليه في حلقات سابقة وبنقول يا هاني ان السؤال ده سؤال كبير اوي مفتوح احنا بنجيب من مقاومات الدولة اللي في الواحدة الاولى يعني بتاخد الموقع وطبعا دكتور اشرف هننظم لنا السؤال لكن انت بتاخد الموقع وشكل الدولة بتقول موقع مصر دولة محورية مركزية ده ما استلم في الموقع ودكتور اشرف هننظم لنا السؤال على الورقة نبدأ بسؤالك الاولين سؤال جميل جدا يا دكتور اللي هو مظاهر قوة الدولة التي تمتلكها مصر هنا الطالب هو درس درسين مهمين اللي هي المقاومات الطبيعية التي تؤثر في قوة الدولة والمقاومات البشرية التي تؤثر في قوة الدولة هو الطالب هنا يعمل ايه ياخد من المقاومات الطبيعية ما ينطبق على مين على مصر ويطبقوا. على مقاومات البشرية ويبدأ ايه? يطبق. خلينا نمشي واحدة واحدة معنا. تمام. ايه مظاهر قوة الدولة الطبيعية? المظاهر الطبيعية التي تمتلكها مصر. ايه يعني احنا لدينا موقع تؤثر في قوة مين? الدولة. تمام? يلا سيد احمد نبدأ. تمام. اول حاجة. الموقع عندنا. احنا موقع. صح? تمام. هنا الموقع هتكلم فيه كتير اوي. اول حاجة موقع مصر. محوري. موقع. مركزي. استراتيجي. تمام. استراتيجي. مزبوط. تمام. اه بتتحكم في احد الممرات الملاحية الهامة وهو قناة السويس. تمام. طيب وموقعها كمان موقع مركزي. بتتوسط العالم. تمام. طيب. موقعها بالنسبة لليابس والماء. مصر تطل على. جبهتين. اه. جبهتين. بحريتين. تمام. ده هو البحر الاحمر والبحر مين? المتوسط. والطالب هنا بقى يكتب. وهزا ساعد في اتصالها بالعالم الخارجي واغناها بالصروات الايه? المائية وسهولة التواصل والاحتكاك الحضاري. تمام. بين مهزة والموقع. نعم. تمام. يبقى خط من الموقع. موقع استراتيجي. موقع مركزي. موقع بالنسبة للمسطحات مين? المائية. المائية. تعالى نروح للشكل. تمام. بالنسبة للشكل. شكل مندمج. انت عندك مصر دولة مندمجة. تمام. منتظمة الشكل. اه. مندمجة الايه? الشكل. طيب والشكل المندمج هنا بيساعد على ايه? سهولة. اه. سهولة الاتصال بين اجزاء الايه? الدولة. وكلة الاحتكاك او او النزاع على الايه? على الحدود. سهولة اداريتها واستثمار مواردها. كل ده الشكل المندمج يساعد فيه. تمام. طيب. ممكن لو اتكلمنا على المساحة هنقول مساحة بالناسبة يعني. اه. هيكلم. الكبيرة ضخمة ولا بالصغيرة. يبقى هنا هنقول المساحة متوسطة. تمام. لا هي مساحة كبيرة ولا هي مساحة ايه? اه صغيرة. تمام. طيب. ايه تاني من المقاومات الطبيعية اللي ممكن نتكلم فيها? تدريس. مظاهر السطح. مصر دولة متوعة. دولة بتتنوع فيها مظاهر السطح. تمام. يبقى هنا ايه? سطح ماله متنوع. متنوع. في جبال. فيه ضعب عندك. فيه سهول. فده بيؤدي الى تنوع السروات الموجودة في ايه? في اه مصر. تمام. تعال كمان المناخ. لو هنتكلم كمان عن حاجة طبيعية. المناخ انت عندك المناخ عندك متنوع لان هنا انت عندك اربع اقلين مناخية تقريبين. تمام. تقريب. والطالب درس الكلام ده. اه انت عندك المناخ هنا فيه مناخ متنوع. تمام. في عندك بحر ايه? بحر. متوسط. متوسط. في المناخ معتدل. تمام. فيساعد على زراعة المحاصيل المعتدل. تمام. وعندنا كمان مناخ اللي هو الصحراوي. كي? والشبه ايه? صحراوي. وعندك المرتفعات. يعني بنقول الى حد اما اه المناخ هيبقى فيه عندك محاصيل صيفية ومحاصيل ايه? اه شتوية. تمام. نعم. يبقى كده خلصنا مين اللي هو ايه المناخ. لكن طبعا ليس بدرجة عشان برضو اه محدش يقول ما سمعه متنوع بزيازة الولايات المتحدة الامريكية مثلا. لا لا لا. لا. فيه اختلاف طبعا. اه فيه فرق كبير. تمام. نعم لان المناخ السائد في مصر هو المناخ اللي هو ايه? اللي هو المدار الجاف او الصحراوي الجاف. تمام. نعم. طب انا استسمحك في تلقي تليفون اخر معانا احد ابنائنا. تفضل. الو. محمد. تفضل يا محمد. عليكم السلام عليكم. محمد من اللقصور. مع معلش بس انا معايس واحد بس معلش. تفضل. اتفضل يا محمد. اه بيقول لي اه دلل تعتبر الصناعة ركيزة لاقتصاد اي دولة. تعتبر الصناعة ركيزة لاقتصاد اي دولة. اه. تمام. في اسئلة تانية يا محمد. ايوة ما العلاقة بين? ما العلاقة بين? مناخ الدولة وقوتها ووزنها السياسي. المناخ وقوة الدولة ووزنها السياسي. اه. تمام. احنا لسه كنا بنتكلم في المناخ دلوقتي يا محمد على السؤال بتاعنا. لسه بنقول ان مناخ الدولة ازا كان متنوعا فانه يؤدي الى تنوع الانتاج وبتالي تنوع نشاط الاقتصادي والوصول للاكتفاء الزيتي مثل الولايات المتحدة الامريكية. شكرا يا محمد. خليك معنا. اه اما السؤال الاولاني يا دكتور اشرف لمحمد بيقول ايه? السؤال الاولاني. الصناعة ركيزة من ركاز الاقتصاد. تمام. الصناعة ركيزة من ركاز الاقتصاد. في اي دولة. في اي دولة. نعم. طبعا احنا قلنا لا يمكن لاي نظام سياسي سواء دفاعي او هجومي ان يكون زى اثر ما لم تساعده اه قوة من الصناعة او ما لم تساعده صناعة مؤسرة خاصة الصناعات الحربية. نعم. تمام? فالقوة الكبرى في العالم هي قوة صناعية في العالم. كل القوة الكبرى في العالم قوة صناعية. صح. ده اه. وهنا يقول الدليل طبعا استاذ احمد يعني يدي امثلة بقى. تمام. يعني يزود يقول مثلا مثل الصين لولايات المتحدة الامريكية اه المانية مثلا اه روسيا. اه لان اه سؤال ده اللي لازم الطالب يدعمه. بدليل. تمام. طيب. اه نوصل مع حضرتك السؤال. نوع سؤال. الاولاني بتاع عامل قوة مصر. كنا نخش في المقامة البشرية. احنا قلنا ان في موقع عشان بس وفي شك. تمام. بساحة في تدريس. في مناخ. مناخ. طيب. اه بالمناسبة لو طالب اغفل كانب. لا هو هنا مش مش هيطالبه لان هيكتب مقاومات كتيرة قوي. تمام. يعني لو لو مسك المقاومات هتلاقي مقاومات حاجات كتيرة. اه. هيبقى كتير فالطالب يبقى متطمن. يعني هو لو ذكر اربع اربعة من المقاومات الرئيسة لقوة الدولة هياخد بيها الدرجة كم. تمام. ان شاء الله. حكفي تلاقي تليفون ابنائنا معلش دلوقتي اه يعني في اتصالات اه معنا احمد من المينيا. تفضل يا احمد. السلام عليكم. عليكم سلامة. ازاي حضرت احمد. اتفضل ايه احمد احنا مسلنا. حضرتك انا من دفع ده سنة طمانتاشر. اتفضل. والله يا حضرتك بشكرك عن المجهود اللي بتقدمه حضرتك انت والسازة عشر ده مجهود والله بجد استهل. ربنا يخليك يا احمد. تكلم حضرتك وتشكركم عليه بجد والله. ربنا يكرمك. معلش نعلي الصوت شوية? ايوة احمد. اه تمام. تمام كده? ايوة كده تمام ربنا خليك. والله بقول لحضرتك يعني والله بشكركم بجد من دفع تلسيمة وتمنتاشر بشكركم بجد والله على المجهود اللي بتقدموه بجد والله. ربنا يكرمك ربنا خليك. احنا تحت امرك والقناة معمولة لخدمة ابنائنا والله. والله ربنا يكرمكم بجد والله. ربنا خليك. لاستاذ أشرف ولستاذ أحمد وحضرتك يعني والله نتي عني معلوماتكم والله الامتحان بالظبط يعني الامتحان كله والله من معلومات حضرتك واسجة حضرتك بجد والله. ربنا يكرمك يا أحمد وإحنا تحت أمركم يعني حتى أبناء الصعيد لهم جانب خاص عندنا في قلبنا يعني. ربنا يكرمك. ربنا يكريمك وبشكر بجد وبشكر الساذ أشرف جامد جدا. ربنا يخليك ربنا يا خليك. وبالتوفيق يا محمد في حياتك. ربنا نخليك. ليك اي سؤال كده تقولوها. ربنا خليك بس ربنا خليك انا هقول كلمة بس الالفين وتسعتاشر. ايه. ما دفت عالفين وتسعتاشر والله يعني الاسادز اللي قدام كده الاسادز اللي قدام حضرتك دول تتفرض عليهم والله العظيم يعني هيفيدكم جدا جدا وبازن الله. ربنا يعني معلومة الامتحان هتخرج عن. ربنا يا خليك وربنا يوفاك في حياتك. وشكرا اه لمتابعتك. اه القناة ونصاحك القيمة. انا اتمنى من ابدأنا في الفين وتسعتاشر. اه يعني ان هنا نشوف احمد. اه الكلام اللي الى اه احمد بيوجهكم. ان احنا برضا ولاد بنتبع معنا معنا في القناة ان شاء الله. اه جميع المواد مش الجغرافية بس. جميع المواد موجودة. سواء العلمية او الادبية. وطبعا الاسادز الاسادز الاكفاء كلهم على اه يعني وعي كامل ب اه شروط القناة وان احنا تحت خدمة ابنائنا. ونتمنى لكم التوفيق في حياتكم ان شاء الله. ان شاء الله. اه دكتور اشرف احنا بنواصل مع حضرتك دراسة التكتلات الاقتصادية. فكان ابني من ابنائنا بيسأل سؤال. نعم. نبينا سؤال كده تاني. نعم. ننتبعه. اه بنكمل اللي هو تابع المقاومات التي تمتلكها مصر. تمام. عندنا المقاومات البشرية ده. نعم. فالمقاومات البشرية انت عندك واحدة المقاومات البشرية انت عندك حجم السكان. حجم سكاني مناسب. او. فانت هنا الحجم السكان هنا هيكون مناسب هيوفر ايدي عاملة. وايوفر لك طبعا سوق. تمام. نعم. اه وهيوفر لك طبعا اه ظهور مبدعين وكلنا يمكن اه شايفين اه مصر ولادة اه بابنائها زويل والدكتور زويل والدكتور مجد يعقوب. تمام. وغيرهم كتير. يعني عشان ما ننساش حد. اه في كافة المجالات. تمام. نعم. اه يبقى هنا حجم الايه? السكان. اللي هو الايه السكان. تمام. الموارد. اه الموارد اللي موجودة عندك انت عندك موارد معدنية. تمام. عندك اه يمكن مصر الدولة التانية في الحديد في الوطن العربي. تمام. اه بتحتل برضو مركز في انتاج الفوسفات وبتصدر اه للخارج. اه برضو بعض المحاصيل الزراعية. مصر تصدر الارز الى الخارج وبعض الخضروات وبعض الموالح. تمام. اه ازا ممكن اه نستفيد من الموارد اللي موجودة سواء معدنية او غير ايه او غير معدنية. تمام. وعندنا الحمد لله اه حقول غاز طبيعي بيتم اكتشافها اه مؤخرا في مياه البحر الايه اه المتوسط. فده بيدعم من القوى الاقصادية لمين? لبلدنا الحبيبة مصر. تمام. اه كمان من غير اه الموارد اه انت بتكار كمان عن موطة مهمة جدا التركيب العمري. تمام. وده اه مهم جدا في الهرم السكاني لمصر. اه التركيب العمري انت عندك فئة كبيرة جدا من المجتمع المصري في سن الشباب. قوة العمل اه. اه فهنا هتديك قوة عمل اه جيدة. وكمان اه بيدي دفع لعجلة اللي هي اللي هي التنمية مين? التنمية اللي هي الاقتصادية. تمام. طيب. اه برضو ممكن نقول. ورع اسكرية. اللي هو نظام السياسي نظام وحدوي. نعم. الدولة الوحدوية لها مميزات تجانس السكان وغيرها. نعم. تمام. وتقول كمان في القوة العسكرية. اه مصر بتحتلل المركز العاشر عالميا. اه كقوة ايه? كقوة عسكرية. فهنا كل دي مقاومات لقوة مين? قوة مصر. لقوة الدولة. وقوة تنظيمية برضو تقدر تتكلم عنها بشكل جيد. لان مصر اللي لديها قوة تنظيمية جيدة اللي هو التقسيم الاداري لمصر عبارة عن محافظات. والمحافظات متأسمة لمراكز والمراكز الى قرى الى اخير. نعم. تمام. كده بتنطبق العديد من المقاومات قوة الدولة بالنسبة لمين? بالنسبة لمصر. تمام. نعم. كان السؤال التاني كان فيه سؤال تاني? اه سؤال التاني كان بيتكلم عن اه ظهور مشكلات سياسية بين دول اكليم السافنة في افريقيا. اه تمام. احنا خدنا مشكلة الرعاة. مشكلة الرعاة. نعم. فمشكلة الرعاة اصلا اه كانت موجودة فين ومنتشرة فين? اكليم السافنة. اكليم السافنة بغرب افريقيا. ايه سبب ظهور اه المشكلة? ان الاستعمار قسم اكليم السافنة الى اه دول ووضع حدود دون ان يراعي اه توزيع المكاني للقبائل. وحركة القبائل. اه. تمام. فنتج عن كده اه حركة رعاة ما بين جنوب شمال السودان وغرب السودان وباقي الاجزاء وما بين بعض المناطق في غرب ايه? قارة افريقيا. فنتج عنها مشكلة اللي هي مشكلة مين? مشكلة الرعاة. تمام. نعم. طيب. بالنصر ما حضرتك التكتلات كنت حضرتك اه يعني قارنت ما بين التكتل الاقتصادي ومفهوم الدولة الكونفدرالية وقلت ان هناك تقارب في المفهوم. نعم. يعني يعني يا حضرتك اه طيب نستاذ حضرتك في تلاقي تليفون معنا رباب. اتفضل يا رباب. السلام عليكم. السلام عليكم. اه السلامة. اه نظر انت كنت عايز ارسأل بس يا حضرتك يا مستر هو فيه سؤال بيقول ظل للدائرة ذات هالرمز الدال على الاجابة الصحيحة. معلش اتعلي الصوت شوية بس. معلش يا رباب نعلي الصوت شوية? طيب تمام. اه فيه هو سؤال بيقول ظل للدائرة الدال على الرمز بتاع الاجابة. تمام. هو في الامدحان. احنا بنظل للرمز بتاع السؤال يعني اجابة السؤال تصديل كامل ونكتب الاجابة ولا بنكتب الاجابة بس. لا بتظل لي بس. انت بتظل لي بس ما هي الكتابة موجودة. بتظل لي ولو حصل وانت بتراجعي. اه ان انت مسلا مش هتختاري جزئية دي واكتشفت ان هي جزئية خاطئة. تعمل عرامة اكس كده وتكتب جنبيها مع الغيب. معلش يا دكتور اشف ممكن نمثل على على للدات الشو. مسلا. اه وليكن. هنوريكي ناموزك دلوقتي ليه سؤال. تمام. مسلا. نقول كل مما يلي من خصائص الحدود السياسية. مسلا. كل مما يلي. مما يلي. من خصائص الحدود السياسية. من خصائص الحدود السياسية. مع عدل. مع عدل. وراه كاتبين مسلا ايه? الف. الف. التغير. بالسبات. جيم. الصراع. يعني على اساس نشأة الحدود السياسية نتيجة السرعة من الدول كما قال رابزل. نعم. ناخد خاصية تانية من خصائص الحدود. اه نقول مسلا اه. يعني اه. خلينا في ضغل. انا قانونية. قانونية. تمام. شكرا يا رابب. اه خليكي معاني. هنا. اه. الاجابة الصحيحة بقى. كده احنا هنا الاجابة الصحيحة طالما قال مع عدل يبقى السبات. عشان هو كلمة مع عدل. تمام. يبقى هنا. هنظلل للرمز ده. يبقى احنا ظللنا هنا. خلاص. السبات ليس من خصاص الحدود السياسية لانها متغير. اه. طب انت افترضنا ان انت اختارت حاجة تانية. تمام. وانت بيترجعي اه اكتشفت ان اجابتك دي اجابة خاطئة. تمام. وليكن مسلا اختارت دي. اختارت. فبنعمل عليها علامة مين? تمام. ونكتب جنبها كده ايه. نشوفها تاني كده على على الشاشة. نشوفها على الشاشة اهي. بس دكتور اشرف. اه لغى القانونية اللي في الاخر. اه. اختارناها مثلا كاختيار خاطئ. فراحنا عاملين عليها ايه سواء او غيرناها او شرطة. وكتبنا جنبها لاغي. لازم تكتبي جنبها لاغي. اه الافضل اه. الافضل. نعم لانه حتى في التعليمات اللي هي اللي موجودة عندهم في ورقة في الورقة الابتحانية. هتلاقي كلامنا مكتوب. تمام. نعم. تمام. طيب. اه نواصل مع حضرتك التكتلات الاقتصادية. وكنا بنتكلم على اه اه التقريب بين التكتل والدولة الكونفدرالية. نعم. ودلوقتي يوصلنا. اه. اه اللي هو اه اه احنا خدنا مقصود التكتل. تمام. وقلنا انه درجة من درجات التكامل الاقتصادي بيتم بمجموعة من الدول متجنسة اقتصاديا سياسيا ثقافيا لتحقيق مصالح مشتركة. وقلنا انه هو قريب اوي اه المصطلح ده انا ممكن نطبق اه جزء منه على الاتحاد الكونفدرالي. تمام. ولذلك اما نجي نتكلم عن الاتحاد الاوروبي بنقول هو اتحاد فدرالي ولا كونفدرالي. كونفدرالي. ليه? لانه هو مجموعة من الدول. تمام. اشتركت مع بعض. وعلى اساس ان هي تعمل وحدة او تكامل اقتصادي. تمام. وكانت النتيجة انه هم نجحوا بالفعل في ظهور ما يسمى الان بالاتحاد الايه? بالاتحاد الاوروبي. فالتكاتلات الاقتصادية شو زحمت درجة من درجات مين? التكاتل الاقتصادي. اه. بيتم دايما لازم يكون بين مجموعة. من الدول المتجنسة. اه متجنسة من ناحية سياسية وجورافية والاجتماعية والثقافية الى اخره. تمام. بتحقيق مصالح اقتصادية مشتركة. تمام. نعم. اه طيب اه هنا بنقول اه التكاتلات الاقتصادية يعني ليه في ما يعني كيف تتكون التكاتلات هل في وصفة معينة? اه تكوين التكاتلات الاقتصادية في العالم? التكاتل الاقتصادي هو اولا اه يمكن انت حضرتك في بداية الحلقة سألتني سؤال اه وان اه ازاي هي بتشغل حيز مكاني. تمام. هي بيتم بمجموعة من مين? من الدول. ادي دول اوروبا والاتحاد الاوروبي في هذا المكان. هو بيتم بمجموعة من مين من الدول? كل دولة لها مساحة. تمام. ولها حدود معترب بها دوليا. عشان كده بنقول ان التكاتلات الاقتصادية بتشغل حيز ايه? حيز مكاني. مكاني. يعني لو قلنا بما تفسر تشغل التكاتلات الاقتصادية حيزا مكانين على خريطة العالم. لانها بتتم بمجموعة من الدول وكل دولة لها مساحة ولا حدود معترب بيها دوليا. ازا هي تشغل حيز مكاني على خريطة العالم الايه? السياسية. تمام. بما ان القوام الرسمي لها هو الدول. الدول ابرع على مساحة من الارض. نعم. ازا التكاتل مساحة من الارض. نعم. تمام. نعم. طيب. اه برضو بنراجع تاني مع حضرتك لمراحل تكوين التكاتل الاقتصادي. تمام. التكاتل الاقتصادي ليه اه طريقة معينة. نعم. كما يقول كتاب المدرسة. نعم. هنا ممكن يعني ناخد صورة مهارية لسؤال على مراحل تكوين التكاتل ونقول كفا يمكن للعرب تكوين تكاتل الاقتصادي. نعم. او كفا يمكن لمصر تكوين تكاتل الاقتصادي مع الدول المجاورة. نعم. نعم. نلتزم بايه بقى? اه احنا عندنا خلينا نحط مجموعة اسئلة. تمام. احنا عندك اول حاجة مراحل التكاتلات الايه? الاقتصادي. تمام. يبقى دي مراحل تكوين التكاتل. اجراءات تكوين التكاتلات الاقتصادي. تمام. كيف يمكن من وجهة نظرك? وجهة نظرك. انشاء تكتل اقتصادي. نجح. عربي. تمام. اه ما هي المراحل التي يمكن ان تتبعها لانشاء تكاتل الاقتصادي عربي. تمام. اي صيغة بقى? اه المهم ان هي تدور في هذا الايه? في هذا النطوق. يبقى احنا كده بنتكلم على مراحل تكوين التكاتلات وان اختلفت الاسئلة. تمام. تظل الاجابة سابتة ان احنا نقول مراحل تكوين التكاتل الاقتصادي. نعم. اول حاجة لازم تعملها هي ازالة الجمارك او الحواجز الجمركية بين الدول الاعضاء. تمام. يعني رفع الجمارك او الحواجز الجمركية بين الدول الاعضاء. يعني ايه برضو عشان الطالب يعرف يبقى مفيش جمارك على المنتجات. المنتجة داخل الداخل للدول. تمام. التكاتل مسلا الاقتصادي متكاوب من ست دول مفيش جمارك بينهم. تمام. مثلا زي مجلس التعاول للدول الخليجي العرب. ينتقل المنتج من اي دولة في المجلس الى الدولة اخرى بدون جمارك. تمام. نعم. اتنين توحيد الجمرك. طيب اه يعني هنا توحيد الجمرك يعني يا استوز احمد ان انت تضع تعريفة جمركية موحدة على السرعة المستوردة من الخارج. بيسموه التحاد الجمركي. تمام. نعم. تمام. يوما التحاد الجمركي بعد كده يعني تحديد تعريفة جمركية او رسوم جمركية على البضائع او المنتجات من خارج التكاتل. نعم. لان احنا قلنا من شوية ان احنا هنرفع الحواجز الجمركية بين دول التكاتل. لكن هنا المقصود بالجمارك فرضها على البضائع الداخلة من غير دول التكاتل. نعم. تمام. ان تكون ضريبة موحدة. نعم. وده معناه ان تكون الاسعار تقريبا شبه موحدة داخل التكاتل. احسن. هو ده الهدف. طبعا. ان الاسعار هنا هكون ايه? موحدة ما بين دول ايه? دول التكاتل والاقتصاد. طبعا. خدت كده كم اجراء يا سيد احمد? اتنين. خدنا كده اجراء اين? التالت يا سيد احمد ان انت بتعمل ايه? بتعمل سوق مشترك. طبعا. تلاتة سوق مشترك. والسوق المشتركة هنا بتسمح بحاجات كتير اوي. تسمح بين تقول العمالة ورؤوس مين? ورؤوس الاموال. بين الدول. يبقى فيه ثلاثة. اه ان يبقى فيه مشاريع مشتركة بين الايه? بين اه الدول. لو وصلت المراحل دي توصل لمرحلة رابعة اسمها الوحدة الايه? الاقتصادية. وهنا ممكن تعمل سياسة نقضية موحدة. اه سياسة نقضية موحدة ممكن فيها توحد العملة زي مثلا ما دول الاتحاد الاوروبي نجحة بالفعل في توحيد عملتها الى اليورو. وده مظهر من مظاهر قوة اي تكتل ايه اقتصادي ان تكون العملة فيه عملة ايه اه موحدة. تمام. رقم خمسة بقى هتوصل لأعلى حاجة اللي هو الاندماج مين? الاندماج الاقتصادي الكامل. يعني بمعنى كده الاندماج الاقتصادي ان المواطن بيسير في داخل دول التكتل وكأنه يسير داخل دولة واحدة. نعم. لا يشعر باي تغيرات. نعم. سواء في انتقالاته او اه الاموال او في امواله او في اسعاره. نعم. او في السياسات النقدية كله موحد داخل التكتل. او يبقى كأنه عايش في دولة واحدة. تمام. كأن المواطن بينتقل من القاهرة الاسكندرية. نعم. ما يلاحظش اي تغيير في الاسعار او تغيير حتى في السياسات النقدية او في التعامل. نعم. تمام. هزا هو الاندماج الكامل. نعم. طيب. اه ده علامة صح او خطأ. ده علامة صح او خطأ. يعد او تعد الوحدة الاقتصادية هي الهدف النهائي لأي تكتل اقتصادي. تعد الوحدة الاقتصادية غاية التكتلات الاقتصادية. مثلا. شوف حضرتك تصيغ السؤال حسب رؤية سياساتك. اه. اه تعد الوحدة الاقتصادية هي الغاية من التكتلات الاقتصادية. تمام. انا كطالب اقول ان الاجابة طالما واحدة اقتصاديته بقى الااجابة صح. اه. كطالب. كطالب. تمام. هو بيعجبني فيك يا سيزاحم ان انت بتتقمص راسية الطالب. ما هدام ليه. رغم ان حضرتك عارف ان الاجابة خاطئة. اه. تمام. بس فيه ابناء طلاب ممكن فعلا هيوصل ان الاجابة دي اجابة خاطئة. اه. اه كتير ممكن يغلط فيها لكن في اه ابناء من ابناءنا بيكونوا متميزين. اه هو عارف ان في اجراءات التكتل الايه? الاقتصاد ان ليها ترتيب معين. وان اعلى حاجة هيوصل لها هو مين? هو الاندماج الاقتصادي الكامل. الاندماج اه. تمام. فده هو ده الغاية من التكتل الاقتصاد. تمام. يعني اعلى حاجة انت بتوصل لها. تمام. ليس الواحدة الاقتصادية من الاندماج الكامل. اه. يعني هنا هو ما قالش هي هدف من الاهداف. لو قال هو هدف من الاهداف هي تعتبر العبارة هنا صحيحة. لكن الغاية اعتبر هنا الغاية النهائية يعني. اعلى حاجة. تمام. فهنا بنقول طبعا العبارة هنا عبارة ايه? اه ليست صحيحة. لان الهدف النهائي او الغاية الكبرى من اي تكتل الاقتصادي هو التكامل الاقتصادي او اللي هو الواحدة الاقتصادية الكاملة. تمام. ايه الاندماج الاقتصادي الكامل. الاندماج الكامل. تمام. استاذ حاجفة تلقي تليفون مع انا احد ابنائنا. اهلا. ايوا اتفضل يا حبيب. اهلا نعلي صوت شوية. اهلا يا حبيب. معي اهلا. اتفضل. اهلا مكترحاتك لانشاء عاصمة جديدة لمصر. ما مكترحاتك لانشاء عاصمة جديدة لمصر. من حيث الموقع والموارد المتاحة. من حيث الموقع و? موارد المتاحة. مواد البناء? الموارد المتاحة. الموارد المتاحة. تمام تمام. طيب اه السؤال جميل. السؤال الثالث. الثاني بقى. اه ما مكترحاتك على في القضاء على الهجرة غير الشرعية. ما مقترحتك للحد او للقضاء على الهجرة غير الشرعية. ما مقترحتك للقضاء على الهجرة غير الشرعية. اه ما شاء الله يعني اه اسئلتك اسئلة مهارية. واسئلت المقترحات دي اسئلة جميلة جدا. اخر واحد. اتفضل. اه عايزينو اعلي صوت شوية. اه معلش نعلي الصوت هنا. حدد أوجه الاختلاف بين الدولة الفيدرالية والدولة الكونفيدرالية فيما يتعلق بالوظائف السيادي تمام واجه الاختلاف بين الفيدرالية والكونفيدرالية فيما يتعلق بالوظائف السيادي السيادي تمام طيب فيه أسئلة تانية يا محمد طيب شكرا يا محمد طبعا بالنسبة لأوجه الاختلاف بين الدولة الفيدرالية والكونفيدرالية ده سؤال الأخير بالنسبة الوظائف السيادية اللي هي المالية والإعلام والخارجية دي الوظائف السيادية بتكون في الدولة الفيدرالية من اختصاص الحكومة المركزية وبيكون في الدولة الكونفيدرالية من خصاص حكومات الدولة تمام ده الاختلاف فيما تعلق بالأمور السيادية وده كان سؤال من الأسئلة السهلة الجميلة المباشرة نعم أما سئلة المقترحات دي بقى فلانا جولة مع دكتور أشرف عشان نجاوب عليها هو هنا بيقطع أول حاجة إيه مقترحاتك لإنشاء عاصمة جديدة لمصر من حيث الموقع طيب أساز الحركة إحنا كده ممكن ندخل العاصمة الجديدة في الموضوع ممكن تمام آآ انت عندك العاصمة الإدارية الجديدة تمام آآ الموقع هي ليست بعيدة عن العاصمة القديمة خلاص آآ وليست آآ المثلا اللي هي آآ تدخل معها في تلاحم الزحام السكاني تمام آآ في عوامل هو درسها الطالب عشان ما يتهشي في اختيار العاصمة تمام أول حاجة آآ عامل وهو مهم جدا بالنسبة للاختيار العاصمة وهو عامل الدفاع الدفاع آآ الحماية والدفاع تمام كل ما كانت العاصمة في الداخل كل ما توافر عنده عنك جغرافي وتوافر عنده عامل مهم هو الامن والحماية تمام ده قعدة هو في اختيار الايه تمام العاصمة يعني هراج تقولي ان هو اول شرط او اول مطلب تكون العاصمة داخلية نعم تمام يبقى ليست هنا ايه سحلة ده من حيث الايه من حيث الموقع الموقع طلب تمام ويكون الموقع قريب من طرق المواصلات تمام على اساس يسهل الاتصال بينها وبين باقي اجزاء الايه اجزاء الدول كما في مدريد مثلا نعم تمام يبقى عنده هنا في الموقع حاكتين مهمين ان يكون هذا الموقع موقع داخلي وان يكون سهل الاتصال اه سهل الاتصال بينها وبين اجزاء مين اجزاء اللي هي الايه الدول تمام ده بخصوص الموقع اما بخصوص الموارد المتاحة فلابد انها تكون قريبة من مناطق تركز سكاني عشان توفر فيها ايدي عاملة ايدي عاملة واسواق اه واسواق تمام لابد كمان ان هي اه ده هنا مورد مورد بشري تمام اه لابد ان تكون قريبة من المصادر الطاقة تمام قريبة مثلا تمام من اللي هي السراوات المعدنية اه قريبة مثلا من اللي هي اه بعض مثلا الموارد الرئيسة اللي هي ممكن تشجع على عملية الاستثمار مستقبلا تمام ويمكن معظم الشروط دي اه لحد ما تتطافق مع اللي هي العاصمة الادارية الايه الجديدة تمام هي قريبة اه تعتبر في الداخل اه ممكن نقول له طبق على العاصمة الادارية الايه الجديدة اه ممكن نقول ايه الهدف من انشاءها اللي هي تخفيف التكدس السكاني والضغط والزحام اللي موجود في مدينة مين في مدينة الايه القاهرة يعني حضرتك عارف ان تقريبيا معظم الوزارات اه والادارات الرئيسة هتنتقل الى مين العاصمة الادارية الايه الجديدة تمام اه فطبعا هنا بقى هو الطالب بيقترح ما يراه مناسبا طب اذا الطالب اقترح اقتراح نعم وانا بنقل لك صور الطلبة يعني نعم يقول انا هعملها مستحدثة وهخلي العاصمة ديها مركز حضاري وتقترب مثلا من محور قناة السويس وتقترب زي مثلا وتقترب او تكون ساحلية مثل ما فعلت اليابان ونقلت العاصمة من كيوتو الى توكيو يعني هو مدين لو هو مثلا المركز الساحلي المركز الساحلي لو لو هو المكان زوء اهمية حضارية تمام وزوء اهمية مثلا اقتصادية مفيش مشكلة فيه لكن ده بيتعقف على نوع الدولة نفسها تمام هل الدولة بحرية مثلا جزرية زي اليابان لن يابان كلها جزر تمام فمش هتفرق من الداخل للخرج كتير تمام انت فاهمني تمام يعني هي كيوتو اللي في الداخل فرقتها عن توكي الساحلية قريبا عن الساحل بار اوه هي مهناش بعيدة جدا عن الساحل تمام ولان اليابان كلها عبر عن جزر وسط المسطحات اللي هي لإيه وسط الميايين بحر يابان او المحيط الهادي تمام فإذا هنا الأمر هيختلف على حسب طبيعة مين طبيعة الدولة نفسها تمام موقع الدولة وبرضو العاصمة الإدارية في امتدادتها المستقبلية هتبقى ظهير لقناة السويس نعم ده برضو لو حبي أستند على معلومة نعم أن العاصمة الإدارية الجديدة ستظل او ستكون في المستقبل في حالة اكتمالها ظهير لقناة السويس نعم تمام نعم طيب ده من ناحية برضو اللي هي يعني اقراضنا لكل نعم من ناحية اليابان برضو الاستحداث وحضرتك برضو من ناحية ايه مقاومات اختيار عاصمة اختيار العاصمة جميل جدا السؤال ده نعم طيب مخترحات للحد من الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية لو انت ركست في أسبابها هتلاقي أن الأسباب الرئيسة ليها هتلاقي تظاهر الأحوال الاقتصادية تمام تظاهر الأحوال الاجتماعية تمام تظاهر الأحوال الأمنية مثلا او الايه او السياسية اه فهنا كل دي عوامل بتشجع على مين على الهجرة الغير ايه الشرعية طيب احنا لو تخلصنا من الاسباب صح يبقى انت كده هتقلل من الهجرة غير مين الشرعية هم هاجروا ليه عشان تظاهر أحوال الاقتصادية يبقى يجب على الدول ان تحسن من احوالها الاقتصادية وتقوم بتنمية اقتصادية وتوفر فرص مين عمل وتعمل على رفع مستوى المعيشة ورفع الاجور الى اخره فكل ده جانب اقتصادي الاستقرار الامني والاستقرار السياسي ده نقطة مهمة جدا 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 كتير من الهجرات الغير شرعية بتحدث نتيجة ايه عدم الاستقرار كلنا شايفين ما يحدث بجوارنا من الدول الشقيقة العربية ادى الى هجرة غير مين غير شرعية فبنقول هنا الاستقرار الامني والاستقرار السياسي هو امر هام جدا للحد من ظاهرة الهجرة غير الايه غير الشرعية كمان ممكن تعمل عملية ضابط قانوني للهجرة غير الايه الشرعية ممكن تجرب اذا كان البلد احوالها الاقتصادية جيدة بالاضافة الى الاستقرار الامني يبقى انت هنا ممكن تضع بعض القوانين التي تحد من الهجرة غير الايه غير اللي هي الايه الشرعية تمام نعم وبرضه اعطاء بعض التسهيلات للخروج من المنافذ الرسمية الرسمية نعم والتسهيلات في الاوراق للخروج من المنافذ الرسمية حتى يعني لا يكون هناك باب اخر للهجرة غير الشرعية نعم تمام نعم والله يا سيد احمد انا بفضل يعني ليه وجهة نظر في سؤال المقترحات طالما كانت الاجابة علمية سليمة منطقية الاجابة صحيحة وهنا انت بتتيح الحرية لعملية الابداع للطالب لان ممكن ابناءنا الطلاب يجيبوا لك حاجة ما هياش في ذهنك وتكون هذه الاجابة اجابة منطقية وعلمية وسليمة يبقى ليه ما ياخدش الدرجة يبقى هنا حتى يمكن اتجاه الوزارة الحديث معالي الوزير اتجاهه في نمط الاسئلة الجديدة ويمكن هو تحدث عنه هو هنا عاوز يكون هناك جيل من المبدعين جيل من المفكرين ليس مقصورا عملية حفظ وايه والاستظهار وهنا بينمي مهارات التفكير العلي عند ابناءنا الطلاب لكي يكون قادرا في المستقبل على صنع القرار او لاتخاذ القرار فهنا اسئلة ما مقترحاتك وما رأيك وما تقييمك هي من الاسئلة اللي هي بتدي الحرية فيها للطالب بتدي مساحة لان ممكن تظهر هنا اجابات فيها نوع من الابداع وتكون هذه الاجابات اجابات سليمة ومنطقية تمام نعم طيب بنوصل مع حضرتك التكتلات الاقتصادية وقلنا هي تشغل حيز على خريطة العالم لانها تتكون من عدة دول وقلنا مراحل تكون التكتل الاقتصادي كيف ممكن تكوين تكتل الاقتصادي قلنا عدة خطوات رفع الحاجز الجمهورية للاتحاد الجمهوري انشاء سوق مشتركة الوحدة الاقتصادية والاندماج الكامل وقلنا ان الاندماج الاقتصادي هو غاية التكتلات او الهدف النهائي من اقامة اي تكتل اقتصادي لدينا هنا يعني مقاومات للتكتل الاقتصادي يعني يقوم التكتل على عدة مقاومات او عوامل ناخد اهم ماهو نتكلم فيه مقاومات قيام التكتل الاقتصادي لو قلنا مثلا تتعدد مقاومات قيام التكتل الاقتصادي بقى احنا قدامنا هنا عدة مقاومات اول حاجة انت عندك مقاومات جغرافية وهنتكلم عنها بالتفصيل وهي بسيطة خالص ان المقاومات جغرافي اهم حاجة فيه الاتصال الاردي يعني لازم الدول التكتل تكون كلها جنبه بعض يعني المعلوم من كلمة مقاومات جغرافية معناها كلمة الاتصال الاردي نعم فهنا المقاوم الجغرافي اللي هو الاتصال الايه الاردي اه حط معا معا من مقاومات جغرافية تنوع مظاهر السطح لان ده هينطبق عندك على الاتحاد الاوروبي ما يجي تكلم في الاتحاد الاوروبي اه ممكن تحط كمان مقاومات جغرافية تنوع المناخ اه كل دي مقاومات تساعد على النجاح اللي هو التكتل الايه التكتل الاقتصادي ولكن لو تزمنا بنص الكتاب يبقى هنا الاتصال الايه الاتصال اللي هو الايه الاردي وهو ضرورة نعم نعم وده أساسي ننفعش تعمل تكتل مثلا ما بين دولة مثلا في جنوب شرق أسيا ودولة في أوروبا لماذا لم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في تكتل اقتصادي الوحدة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبية في الاتحاد الأوروبي هو اقتصر على مجموعة دول غرب من أوروبا أو دول أوروبا لم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها دخلت معهم في حلف عسكري فهنا بنقول أن الحلف العسكري شيء والتكتل الاقتصادي يعني أفتقدت شرط الاتصال الأرضي تمام يبقى الافتقادها شرط الاتصال وهنا ده بيدل على أهمية وجود اتصال أرضي بين دول التكتل طبعا لسهولة نقل العمالة ورأس المال والبضائع وغيرها لأنه انت عرف عملية النقل السوز أحمد بتبقى مؤثرة في السلعة نفسها وسعرها فلو مثلا سلعة تنتقل من الولايات المتحدة الأمريكية لدول غرب وأوروبا ما هنا فيه تكاليف نقل تمام فهتلاقي بالتالي الأسعار هنا هتكون ايه مرتفعة فيفضل عامل من عوامل نجاح التكتل الاقتصادي هو عملية الاتصال الاتصال للأرض تمام يبقى احنا عندنا أول مقاوم هو مقاوم الاتصال الأرضي نعم أو المقاومات الجغرافية نعم طيب المقاومة الآخر نعم المقاومة الآخر المقاومات السياسية لابد من تشابه النظم من السياسية السياسية افتلاف النظم السياسية يؤدي إلى عدم انسجام التكتل وفشل وعدم استمرار تمام يعني كده النظم السياسية تكون تقريبا يعني موحدة نعم أو تقريبا لها نفس الرؤية الوحدة أو طريقة الحكم مثلا كما دول أوروبا كلها معظمها دول ديمقراطية نعم حتى الممالك اللي فيها مثلا رئيس الوزراء هو اللي بتولى الحكم والمالك يسود ولا يحكم وهي دول برلمانية نعم عموما تمام عندك كمان مقاومات بشرية مقاومات البشرية لازم هيكلم فيها عن حجم حجم السكان تمام ويتكلم كمان عن المستوى التكنولوجي طيب احنا هنقف عند حجم السكان ونتكلم عليه لوحدة تمام ما العلاقة بين حجم السكان والتكتل الاقتصادي كل ما كان حجم السكان مناسب كل موفر لك أيدي عاملة قادرة على استغلال واستثمار الموارد اللي موجودة تمام كل موفر لك كمان سوق لتصريف المنتجات وده بالتالي بيشجع على قيام الأنشطة الاقتصادية تمام يا حبازة بقى لو كانت هذه الأيدي العاملة أيدي عاملة مدربة وماهرة فهنا تقدر تستغل الموارد وتستثمارها الاستثمار الأمس تمام يعني ما العلاقة بين السكان والتكتل الاقتصادي لازم تعمل يديك كده انهم حاجتين سوق وعمالة زي ما دكتور أشرف بقول سوق عمالة سوق جيدة تصرف المنتجات وأيدي عاملة ده ما يتيحه دول التكتل أو الحجم الاقتصادي وهنا بنقول ان السؤال ده بقى كبير قوي يعني ما العلاقة بين الحجم السكاني هترجع للوحدة الأولى ما العلاقة بين الحجم السكاني وقوة الدولة ما العلاقة طبعا هنقول الحجم الكبير والحجم الصغير ما العلاقة بين الحجم السكاني والمشكلات السياسية أو مشكلات الرعاية تمام يعني سؤال دكتور أشرف ما العلاقة بين الحجم السكاني ده بقى كبير جدا يعني فهنحاول إن شاء الله ننبلغ نقول لابنائنا على ما العلاقة بين الحجم السكاني وكل الكلام تلك لأنه برضو عندنا ما العلاقة بين الحجم السكاني والحدود السياسي تمام إن السكان زيادة السكان قدت إلى نشأة الحدود اللي هي الحدود السياسي اللي هو في القصة بتقريسة يبقى هنا السكان قاسم مشترك معنا أولاد فيه العديد من المظاهر الحجم السكاني بالنسبة لنا هيبقى كتير جدا وهنتكلم عليه كتير طبعا عندنا أولاد بعض الشرايح نعرضها عليكم على التكتلات الاقتصادية بنشوف قدامنا على الشاشة متى ظهرت التكتلات الاقتصادية طبعا بنراجع بسرعة كده هي ظاهرة حديثة لبداية القرن العشرين بعد الحرب العالمية التانية سؤال آخر بنقول عرف التكتلات الاقتصادية التكتلات الاقتصادية دي عبارة عن درجة من درجات التكامل يقوم بالمجموعة من الدول متجنسة جغرافيا الاتصال الارضي اللي قلنا عليه وثقافينا اجتماعيا تجمعها مجموعة من المصالح المشتركة عندنا سؤال تاني مراحل تكوين التكتل الاقتصادي احنا اتفقنا ان احنا عندنا هنا وصفة للتكوين رفع الحاجز الجمهورية وغير الجمهورية الاتحاد الجمهوري السوق المشتركة الوحدة الاقتصادية واخيرا الاندماج الكامل دكتور عشا في نهاية الحلقة بنشكر حضرتك بنشكركم بنشكر ابنانا الطلاب سعيد جدا بتواصل ابنانا معانا واسئلتهم انتقلت من مرحلة المرحلة اللي هي مرحلة الفهم بقى والاستنتاج فانا بشكرهم على تواصلهم المستمر معانا بنشكر اسرة القناة ابنانا لازالي نلقاكم على خير ان شاء الله في حلقات قديمة مع مدرسة على الهواء والجغرافية السياسية دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته